توجهنا لإداء مراسم الزيارة للإمامين العسكريين عام أفضل الصلاة والسلام وبعد الزيارة طبعا تم اللقاء بالأمين العام للعتبة وتم الاطلاع على متطلبات الوضع الأمني بشكل عام للقيادة والوضع الأمني في مرقد الإمامين العسكريين وأبدأ حقيقة دعمه المادي والمعنوي لجميع المفاصل اللي داخله ضمن المعادلة الأمنية في هذا الجانب الزيارة كانت ناجحة وموفقة وكانت رسالة واضحة وكان هناك حقيقة دفاع عالي من قبل قادة وأمري التشكيلات وأمري الوحدات لغرض البدء والتسارع والانطلاق في تنفيذ المهام والواجبات الجديدة قيادته طبعا مصر على أنه تكمل مهامها وواجباتها سواء في جميع الخطط المكلفة سواء الدائمة أو الثابتة أيضا يعني أكو موضوع آخر يجب الإشارة إليه أنه نجحنا بشكل كبير مع محافظة صلاح الدين ومن خلال أعضاء خلية الأزمة في الدفاع عن المحافظة ضد جائحة وغباء فيروس كورونا وبدأت القيادة أيضا في تطبيق خطتها الخاصة بموضوع استقبال المحاصيل الزراعية الخاصة بمادة الحنطة والشعير وطبعا بالتأكيد معروف لدى الجميع أننا سنويا نعد خطة في هذا المجال أيضا من خلال قناتكم تم توجيه الأوامر بناء على هذه الخطة التي استند بها للمراجع واستند بها على دروس المستنبطة السابقة بأن سوف يتم تسهيل دخول كافة المحاصيل من محصولي الحنطة والشعير من داخل محافظة صلاح الدين إلى قاطع القيادة أو من خلالها إلى الأماكن التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة واستخدام وسائل تفتيش جيدة بشكل مستمر لمدة شهرين وهذا بالتالي سيرفع التحديد في السيطرات الرئيسية وتصير انسيابية وسهولة في الحركة والتنقل ما عدا المحاصيل التي ستأتي من خارج المحافظة هناك تحديد إلا بعد أن تصدر أوامر من قبل وزارة الزراعة والتجارة أو الأمان العام لمجلس الوزراء حسب الظروف التي كنا ننفذها على ضوء الخطة السابقة للعام الماضي